بنعود مرة أخرى مشاهدين فقرتنا الحالية هكون خاصة بموضوع ترشيد المياه والتغيرات المناخية هنتكلم عن موضوعات عديدة من خلال لقعنا مع الدكتور أسامة ديويدار أستاذ مساعد بخصم العلاقات المائية والرأية الحقلي بالمركز القامل البحوث والأمين العام لمعهد بحوث الإلكترونيات صباح خير دكتور صباح نور يمكن احنا بنتكلم على موضوع مهم جدا لأنه طبعا مع تغيرات المناخية واختلاف طبيعة الجو أصبح هناك ضرورة لفكرة ترشيد المياه سواء في الاستعمال الشخصي سواء في عملية الراي والزراعة خلينا نتكلم على فكرة استخدام التقنيات الحديثة في ترشيد المياه في البداية أنا بس عايز أأكد على أن طيارات المناخية أصبحت قضية عالمية ويمكن مصر بتضع أولوية مهمة جدا لقصة طيارات المناخية وموضوع ترشيد المياه واحد من ضمن الأهداف الإنمائية لأمم المتحدة طبعا إتاحة المياه الصلحة سواء للاستخدام في الزراعة أو للاستخدامات الشخصية في الراي والصناعة وخلافه ونتيجة للتغيرات المناخية وسيناريوها التغير المناخ زي ما كل الناس ملاحظة في حالة من حالات التطرف في المناخ حدث تغير في نوبات الجفاف وفي نوبات الأمطار وده بيؤدي إلى تسارع الدورة الهيدرولوجية وتغير درجات الحرارة التوقعات أن درجات الحرارة بتزيد العالم كله بيسعى لأنه يخفض معدل زيادة درجة الحرارة لأن زيادة درجات الحرارة بتؤدي إلى زيادة سهلاك كميات المياه والبخر نتح من المسطحات المائية ومن النباتات بناء عليه كل الدول بتسعى سواء بجهود فردية أو جهود مجتمعة مع المنظمات الدولية زي منظمة الزراعة والأغذية الفاو وخلافه في أن تضع استراتيجيات لترشيد استخدام المياه والتكيف مع التغيرات المناخية إحنا في مصر زي ما حضرتك عارفة والسادة المشاهدين عارفين معظم المياه بتاعتنا بتيجي من خارج الحدود يعني حتى التغيرات المناخية اللي هتحصل في مصر والتطرف فيها بتؤثر علينا والتغيرات المناخية اللي بتحدث فيه دي والحوض النين بتؤثر علينا ومصر كانت سباقة ويمكن حضرتك شفتي الكوب 27 وكان فيه توصيات مهمة جدا بخصوص ترشيد المياه الدولة بتسعى جاهدة في أن هي تعمل إجراءات مهمة جدا للتكيف مع المياه وترشيد الاستهلاك سواء في المجالات الزراعة على وجه الخصوص لأن الزراعة بتستهلك في دول العالم من 70 إلى 85% إحنا في مصر يمكن عندنا بعض المشروعات زي إعادة تأهيل شبكة الراي من الترع والمساقي وأن إحنا بنتور الرأي الحقل في مشروعات تبطين الترع بالإضافة إلى مشروعات استخدام نظم الرأي الحديثة سواء نظم الرأي السطحي المطورة أو نظم الرأي بالموضع التنقيد أو الرشو كمان التشريعات على مستوى التشريعات التشريعات بيتم تعدلها لضمان أن يتم ترشيد استخدام المياه الترشيد مش معناه تقليل ولكن معناه أنك بتعطي النباتات وبتعطي المحاصيل أو حتى في الاستهلاك الشخصي بتدي الكميات المطلوبة والكميات العادلة ما بقاش فيه إصراف أو تقليل فيه نظم كتير جدا يتم استخدامها دلوقتي في الرأي سواء من خلال تحديد الاحتياجات المائية المناسبة لكل محصول لا سيما وإن النتيجة لتغير المناخ حصل شفت أو تحريك لمواعيد الزراعة المواسم نفسه اختلفت يعني النهاردة احنا بنلاقي الناس النهاردة بتضم القمح وبتدرس وإحنا في أول خمسة وناس خلصت وده فيه ناس بدأت تزرع لدورها كان زمان الموسم طويل شوي ده نتيجة للتغيرات المناخية وفي نفس الوقت وبالتوازمها ده كان مراكز البحوث ودي لها دور مهم جدا بتستنبت أصناف جديدة تقدر تتحمل درجات الحرارة العالية زائد اللي بتحتاج كميات مية أقل وعمر النبات بقى أقل علشان نقلل من كمية المية اللي بيستهلك زائد انتاجية أعلى فدي من ضمن الآليات اللي بنتم بيها مواجهة التغيرات المناخية برضو عايز ألفت الانتباه لأن ربما يتبادر إلى الزهن الناس بتشوف نهر النيل عظيم وبتشوف شبكة الرأي المصرية فيعتقدوا أننا في وفرة من المياه الحقيقة احنا مش في وفرة من المياه لأن احنا احتياجنا المائي 110 مليار متر مكعة اللي بيجينا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعة ده معناه ان احنا عندنا جاب أوفاجة كبيرة جدا بين احتياجاتنا المائية وبين الموارد المائية بتاعتنا وده بيستدعي ان احنا نرشد استخدام المياه يمكن مصر من أكبر الدول اللي بتعيد استخدام المياه مرة واثنين وثلاثة واربعة في استخدام مياه الصرف الزراعي استخدام حصاد المياه الأمطار بنحلي بعض التحليط المياه في القرى اللي على أو المدن السحلية فدي كلها اجراءات بنعملها علشان ترشيد المياه اعتقد دكتور قسامة ان فيه مشروع من الالتحاد الأوروبي والمانيا اعتقد ان هو بيقوم على موضوع تحليط المياه وان هي بتصل الى درجة عالية جدا من النقاء الحقيقة فيه مشروعات كتير مولة والعالم ليس ما بقاش في معزل كل الناس بتتعاون في هذا المجال بيقدروا ان هم يجدوا حلول بديلة يعني حلول بديلة واحنا كمان عندنا في مراكز البحوث ناس كتير جدا شغالة على تحليط المياه تحليط المياه العامل الاساسي فيها هو التكلفة طبعا لان خلاص احنا عارفين طرق تحليط المياه والناس كلها بتستخدمها بس العالم كله في سباق انه يخفض التكلفة علشان تبقى اقتصادية والمياه لغاية النهاردة احنا بنستخدم المياه المحلاء او تحليط المياه في الاستخدامات الشرب لان علشان نستخدمها على نطاق واسع هتبقى التكلفة غير اقتصادية انما كمان فيه نقطة مهمة جدا علشان نستكمل هذا الموضوع احنا فيه جزء كبير جدا من المياه بتاعتنا احنا بنستورده بمعنى احنا بنستورد 30 مليار متر مكعب مياه بنستورد مياه المواد الغذائية اللي احنا بنستوردها من الخارج دي بنحولها الى مياه افتراضية تكلفة المواد الغذائية او المحاصيل او الحبوب او الزيوت او اي مكان اللي بنستورده من الخارج ده لو احنا بنزراعه هنا او بننتجه هنا هيكلفنا 30 مليار متر مكعب مياه فده مهم جدا ان احنا بنشتغل على كافة الاوجه على لقينا حراركسي قالتيني ايه التكنولوجيات الجديدة اللي احنا بنستخدم بالضبط لانه فيه الرايب اكثر من الطريقة يعني بالنسبة لاستخدام التكنولوجيا والرايب مثلا يعني عدد كبير جدا من المحاصيل مثلا بنجد انه الفترة الزمنية للزراعة مثلا قلت او ان احنا بنرشد في الاستهلاك لمحاصيل معينة احنا عندنا ثلاث استراتيجيات اساسية طبعا فيه استراتيجيات كتير جدا في هذا الموضوع اول حاجة السنفات اصناف بتتحمل الجفاف عمرها يبقى قصير احتياجها المائي طالما عمرها قصير هيبقى اقل مع كل مع الثلاث حاجات دول لازي بقى فيه نظام راي جيد بيقلل فوقت واحتياجات مائية مزبوطة وسليمة فالنهاردة استخدام الزكاء الصناعي واستخدام الري الزكي في ان نحدد الاحتياجات المائية من خلال ده بيستخدم في المزارع الكبيرة ان احنا بنحط سنسور او حساسات تبقى موجودة في المزرعة او في المكان اللي بنزرع فيه بتجمع بيانات سواء بيانات لها علاقة بالمناخ بيانات لها علاقة بالنبات بيانات لها علاقة بالطربة وبناء على هذه البيانات يقدر النظام سواء كان نظاما زكيا او نظام مبرمج انه يحدد الاحتياج المائي وامتى يدي كميات مية ويدي كميات مية بالقدر لان مش من الضروري ان انا قدي كميات زيادة كميات المية الزيادة مش هتدي انتاج زيادة قد يكون ده مفهومها مفهوم خاطئ بالعكس الكميات المية الزيادة جزء منها بيتبخر وجزء منها بيروح للتصرب العميق وجزء بيخنق النبات لان بيئة النبات هي عبارة عن ثلاث حاجات الطربة والنبات نفسه والمية والهوى فالنهاردة لو كمية المية زادت انا بخنق النبات زاد ان بيحصل بعض الامراض والتعفن في منطقة الجزء فمش بالضرورة ان كميات المية الكتير انها تدي انتاجية اكتر زاد ان بعض المزارع الكبيرة بيتم استخدام التصوير فيها سواء بقى التصوير بكاميرات عنير سينسنج يعني ريبة كاميرات موبايل حتى في ابليكيشنز بتعمل ده او سؤال الاقمار الصناعية وبييتم تحلالها ده بتدي مؤشر ان المزارع دي محتاجة ري او مش محتاجة ري بتقدر تحكم من خلال ده بتقدر تحكم من خلال السور دي محتاجة ريب اني طريقة قد ايه كمية المية كل ده من خلال ال وتضاف إمتى ومن خلال السور وده ممكن يتم عن طريق الإنسان أو المهندس اللي موجود أو يتم آليا من خلال برامج للزكاة تقدر تجمع كل هذه البيانات وتاخد قرار أن نروي إمتى أو حتى كمان كميات الأسميدة يعني الصورة ممكن نعرف منها كميات الأسميدة احنا محتاجين نضيف كمية الأسميدة قد إيه عشان يبقى فيه كميات الأسميدة يبقاش فيه إفراط فيها لأن الإفراط في الأسميدة برضو بيؤدي إلى التلاوز زايد أنه بيؤدي إلى الاحترار زياد ضربات الحرارة ومبيعاس ثاني أكسيد الكربون بالثور وكل السنسوس اللي موجودة دي وبتحليلها كمان أقدر أحدد إذا كان هذا النبات أو هذه المزرعة فيه إصابات موجودة فيها ولا لا أو فيه أمراض نباتية وطرق المكارحة بتاعتها الزين سواء بقى صور أخمار صناعية أو صور بتتاخد بالدرون اللي هي التارات بدون طيار الصغيرة اللي تستخدم لهذه الطريقة أو بالصور الموبايل أو بالأبليكيشنز المختلفة فالحقيقة كل ده موجود دلوقتي وبدأ يتم استخدامه كانت التكنولوجيات دي غالية ومكلفة إنما النهاردة مع اللي بيعمله الباحثين زائد الشركات اللي موجودة في هذا القطاع بدأت تقلل تكلفة استخدام هذه التكنولوجيات وهنا برضو لازم أشير إلى أن فيه تكامل بين مراكز البحوث وبين الجهات البحثية في مصر في هذا المجال على سبيل المثال إحنا عندنا بيهات منحة في مصر زي صندوق التطوير للعلوم والتكنولوجيا ويمكن بيمول في هذا المجال قريب كانت أكاديمية البحث العلمي والحقيقة هي لها نشاط كبير جدا سواء في الحملات القومية لمحاصيل المختلفة أو تمويل المشروعات كان فيه كل من فترة ما كملتش سنة على الووتر كرايزيس والسمارت إيرجيشن أو الرأي الزكي واستخداماته بيمولوا أبحاث للخروج بتطبيقات تكنولوجية عندنا مجموعة من البحثين كبيرة جدا في مختلف مراكز البحث والجامعات لهم تكنولوجيات واختراعات يمكن مع بحث الإلكترونيات أنا بشرف بانتدابي إليه وأن أنا قايم بالأعمال في الأمين العام جزء كبير جدا من استخدامات الأي أو تي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي شغال في حاجات لها علاقة بالزراعة وبالري وكيفية استخدام أنظمة الزكاء الصناعي والاصطناعي في الري دكتور فيه تعاون مثلا مع مراكز بحثية على مستوى العالم أو جامعات أخرى بحيث الاستفادة منهم في هذا المجال طبعا ده موجود موجود على عدة محاور أحد هذه المحاور الطلاب اللي بيتم بتعسهم طلاب الماجستير والدكتوراه طبعا طبعا بيدرسوا هذه الأمور زائد استخدام الخبراء الأجانب زائد البوست دكتور أو أبحاث مباعد الدكتوراه اللي بيجريها الباحثين المصريين والمشروعات المشتركة اللي بتتم بالتعاون الدولي بين الدول ممكن إحنا معنا مشروع بتمويل من الـ SDF مصري أسباني بيتكلم عن الري في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأسباني بيشتغلوا جزء يخصهم وإحنا كمصريين بنشتغل جزء يخصنا وبنتبادل المعلومات فيما يخص التكنولوجيات الحديثة التي يمكن تطبيقها في حوض البحر الأبيض المتوسط للتكيف مع الظروف المناخية اللي حصلوا طيب دكتور يمكن نحن نحتاج أن نحن نهتم جدا بالمواطن يعني توعية المواطن بأهمية ترشيد المياه هل من خلال المركز أو المعاهد بيتم مثلا زي دورات يعني توعوية للمواطن لكيفية التعامل من خلال مثلا ترشيد المياه يتم ازاي مع المزارعين يعني كل ده هل بيتم من خلال مثلا مراكز بحسية كل المراكز البحسية والجامعات بتعمل قوافل توعوية وقوافل لخدمة المجتمع وتنمية البيئة القوافل بتبدأ من القوافل الطبية لتقديم العلاج مرورا بالقوافل البيطرية وصولا للقوافل الزراعية القوافل الزراعية بتدي توعية بالمحاصيل المختلفة والمعاملات اللي بتتم عليها افضل المعاملات لحصول على افضل المحصول او اكبر محصول ومعاملات الرأي المختلفة ده بيتم من خلال مراكز البحوث والجامعات بالاضافة الى ان بره فيه تعاون مع وزارة الزراع ومديرات الزراع بتعمل ده الحقيقة على مستوى كبير التعاون قائم في الموضوع ده لان ما فيش جهة الوحدة هتقدر تتعاون في قصة المية ويمكن استراتيجية فيه استراتيجية للمية ووضعها للدولة المصرية بتعمل تكاتف بين جهات الدولة المختلفة يعني بيخش في هذا الموضوع كمان وزارة الاسكان لان النهاردة احنا عندنا مشروعات اسكان يجب ان تكون البنية التحتية في مشروعات المياه الشرب والصرف الصحي مكتملة ده موجود فيه كافة قطاعات الدولة اعتقد طيب يعني احنا في النهاية بنتكلم على جزئية ترشيد المياه كلمنا على اكتر من جانب ان احنا بنتعامل بالتقنيات الحديثة استفادت يعني المجال مثلا في ترشيد المياه او الاستخدامات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي هل بيتم مثلا التعاون مثلا مع خبراء في هذا المجال من اعلى مستوى العالم؟ طبعا يمكن العلم ملوش حدود العلم لو بصينا المصريين موجودين في كل الجامعات سواء الجامعات المصرية او جامعات اجنبية فيه دايما النشر المشترك دي حاجة مهمة جدا انها بالدعم الجديد يعني طبعا يعني غالبا مش هتلاقي فيه باحث مصري ملوش ابحاث مشتركة مع باحثين دوليين على سبيل المثال انا اعتقد عندي حوالي خمس او ستة ابحاث مع باحثين سواء من انجلترا او الدنمارك ودول اخرى بيتم تبادل الخبرات فيها وابحاث مشتركة الابحاث المشتركة بنستخدم فيها ما توصلوا اليه وما توصلوا اليه يعني اخر النتائج يعني اخر النتائج زاد ان فيه منظمات دولية مهتمة جدا بانها تنشر احدث الابحاث اللي وصلها العالم مش بالضرورة ان انا اعايش مكانيا البحث الذي اقرى البحث لا 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 خالص لان البحث منشورة وده من ضمن اهداف البحث العلمي ان انت تنشر البحث العلمي بتاعك علشان يبقى خاضر للتقييم وعلشان احنا بنبدأ من مطرح منتهى الاخرين بنكمل بعض البحث العلمي لا يقتصر على دولة دون دولة اخرى فبطامن حضراتك انه ده موجود وحتى فيه جزء من الابحاث بتاعتنا اللي احنا بنعملها اسمه البحث المرجعية انا النهاردة لما باجي بعمل بحث بقول ان من سبقوني يوصلوا لفين وانا بستكمل بستكمل واحيانا انتقد حد عمل حاجة مش انتقده بمعنى ان انا اقول ان عملوا في حاجة اقول انا وجدت نتيجة البحث ده بالنسبالي فيه كذا ومختلف عنه علشان هو عمل كذا وانا عملت كذا او انا البحث بتاعي بيؤيد ما وصل اليه او بيختلف عنه نتيجة كذا في تفسير نتائج البحث اللي بنوصل له يمكن حضرتك اشرت الجزئية مهمة جدا هو يعني التعاون في مجال نشر الابحاث العلمية واهم النتائج هل بعد مثلا خروج بحث بنبدأ ان احنا نطبق مثلا اهم النتائج اللي توصل لها البحث سواء من دول مشتركة او يعني علماء مشتركين من الخارج مثلا وبنبدأ ان احنا نضع هذا البحث في حيث التنفيذ في قانون صدر اسمه قانون حوافظ العلوم ودعم الابتكار هذا القانون اسس لعدة معطيات علشان نتم تطبيق النتائج البحث اللي وصلنا له هذا القانون اتاح انشاء حاجة تسمى الحاضنات التكنولوجية واودية العلوم حاضنات التكنولوجية لو حد من الباحثين توصل الى بحث قابل للتطبيق او منتج بحثي قابل للتطبيق يقدر يتقدم بهذه الفكرة يتم احتضانها داخل حاضنة موجودة في المركز البحثي او الجامعة البحثية بهدف انها تبقى شركة يتم احتضانه لمدة لا تتجاوز 24 شهر يتم بقى تقديم الدعم الفني ليه دعم القانوني الدعم التسويقي ازاي ينشئ شركة لان غالبا الباحثين بيهتموا بالجزء الفني والتقني انه ازاي يوصل لنتيجة في البحث انما ازاي انه ينفزه او يحوله لشركة دي مش موجودة شوية عند الباحثين فالنهاردة ده اتعمل في معظم مراكز البحث والجامعات زائد مكاتب اسمها مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا ربما يكون الباحث يعني بابه ده مثلا في كل المحافظات مثلا في كل الجامعات ومراكز البحثين كل الجامعات اه ومراكز نقل وتسويق التكنولوجيا الاختصار بتاعها والطايكو دي مولة من اكاديمية البحث العلمي تم تدريب الباحثين على ان ازاي يقيموا الفكرة وهي هي قبل التطبيق ولا لا وازاي يتم عمل دراسة جدوى لها وتسويقها الباحث ربما يقول انا مش عايز اعمل شركة بس هذه الفكرة بتاعتي حد ياخدها فالفكرة يتعمل لها دراسة جدوى ونشوف من المستثمرين او القطاع الخاص اللي هو ربما يكون مهتم بهذا النشاط او بهذه الفكرة وياخد الفكرة علشان ينفذها في الماركت او في السوق المصر يعني فكرة سبونسر بس بشكل يعني رسمي شوي اه هي نفس الفكرة لكن خليني اقول انه في النهاية ده بيصب في صالح الدولة واكيد بيدعم الدخل القومي في النهاية لانه النتيجة بيكون مهمة جدا لهذا الجانب انا بشكر حضرتك جدا ان حضرتك قلتي الدخل القومي لان مفهوم الناس غالبا يقولك هو ايه العائد علينا من البحوث وايه العائد من الجامعات هي الجامعات بتدخل كام في السنة والمراكز البحثية بتدخل كام العائد الغير مباشر هو العائد الاهم لان فكرة واحدة في ترشيد المياه لو تم تطبيقها هي دي ترجمة انا النهاردة كل متر مكعب مياه بوفره من محصول الماء اقدر استصلح به مكان جديد وازرع به محصول جديد واضيف للناتج القومي كل فكرة بيتم تطبيقها او الوصول اليها التكلفة على الدولة فلوس في النهاية هي عائد لان النهاردة لما باخد فكرة وعملها مشروع بقى فيه ناس اشتغلت على المشروع دوا فيه عمالة مباشرة وعمالة غير مباشرة بقى فيه منتج هذا المنتج وفر لي بديل لمنتج انا كنت باستورده او عظم الاستفادة وبناء عليه هو زود الدخل القومي او وفر لي عملات انا كنت باستورد بيها منتج اخر انا بشكر حضرتك ان قلت الدخل القومي ما قلتش الدخل للمراكز البحثية او الجامعية انا بشكر حضرتك جدا حضرتك نورتني وشرفتني دكتور اسامة دويدار استاذ مساعد بقسم العلاقات المائية والرأي الحقلي بالمركز القومي للبحوث والامين العام لمعهد بحوث الالكترونيات شكرا جزيلا لحضرتك حضرتك نورتني وشرفتني شكرا مشاهدين غدا ان شاء الله فريق عمل اخر وإلى اللقاء شكرا جزيلا لحضرتك نورتني